الخطورة تجعل وهتهدد بالانتحار ده العنوان بعد وفاة جدتك صح؟ ما هددتش هو غزب عني مش بمزاجي إيه لك انت هالقد قريبة من جدتك؟ جلنا قرب بس انت توصل لها المرحلة وتتعب نفسيا بهذا الشكل ما هي كانت مالية حياتي كلها هي ربتك عايشنا مبعد سنين كثير 15 سنين كده فعقلي مش مستوعب انها في يوم الايام اصلا هتموت فدي حاجة كانت كبيرة وبحاول اعود نفسي ان الهام في فترة هتيجي مش تبقى موجودة فبحاول ابقى وقفة رجلي ومستعدة للوقت ده كنت اقيل للناس من اصحابي رايبين خدوا بالكم لو حصل حاجة زي دي ما تقلقوش ساعتها انا مش هبقى فهم مش هستعوب يقلقوا علي بعدها بفترة طبعا كل الناس نسيت الكلام ولما ده حصل بعدها بفترة انا محاش بيعزيني اسفت العزة مكملتش العزة ومشيت ولما ايحد يجي قولي كده قولي لا فانا في دماغي انها مسافرة هي مسافرة شوية هتيجي هي في البيت هي في اي حتى انا في الشغل مش عايزة حس انها فلما قررت واجه في فترة دي كنت مع واحدة صاحبتي مكش عايزة تسيبني اسرق شوية ففضلت برضو مشتتني شوية 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 فقلت لا انا كويسة انا هواجة انا هروح البيت انا روحت البيت من هنا موفيش يومين جات صدمة فما كان اكتئاب ما بعد الصدمة جدير جد ده عملي اه اريدي انا كان انا انا عندي شوية يعني الاكتئاب ده حاجة مش ظريفة عندي حصالي مرتين ساعة مسلسل ولاد تسعة وبسببه قعدت في البيت شوية بليه؟ بتعالج منه علشان تعمقت في الشخصية جاملت فعملي اكتئاب فلما روحت الدكتور قالي بتعمليه في حياتك قلت له بمثل وفي البيت مع جدتي او مع عقلتي ايه من حياتك الشخصية قلت له هما دول ايه لأ اتي بحتاجة بريك شوية مش كل حاجة تمثيل مش كل حاجة ادوار لازم يوقفي حاجات كتير بتعمليه فكان عنده خط شوية على قد مقدر وانا بصور وفقت الحمد لله اول ما فقت قلت يلا بقى اركز واول ما بدأت اركز كانت دي تاني صدم فلما دخلت تاني نوبة اكتئاب دي كانت اشد بقى بكتير حصل معاك ايه شبه شلل بسيط مش قوي يعني اكتئاب ده كان جامد جدا فماكنش ب ب ساعتها الدكتور يعني الحمدلله انقذولي في دكتور كويس جدا جدا هو قالي انتي وصلتي لحتة محاش بيوصلها مش حاسة الحياة زي الماية لما حادي بيشرب ماية هو حساسة بس ياملهاش طعم هادي الحياة احنا عايشين لي طب هو انا انا عايزة ايه انا مش عايزة حاجة طب عايزة تبقي نجمة لا عايزة تروحي مكان عايزة طب عايزة هترجع تاني لا مش عايزة اي حاجة كل اللي انا عايزة انا مش حاسة بموقت عغير ان انا لو فضور عيني قوي وبنزل هو ده اللي انا عايزة ده اللي انا حاسة الصدمة دي هاللي هتفوقي حاولت ما فيش عضلاتي بقى بدأت اللي واحدها ما بيتحركش لازم حد عشان روح مشوار مثلا لازم حد يمساكني كده ف عايزة اقوم مني عالكلبة لازم حد يسنادني ودي مش انا انا قوي انا جامل انا بجري وبروح و بعمل فلما وصلت المرحلة دي لقوني كده بقى بصراحة واحد صاحباتي ما صابتنيش لحد ما وصله الدكتور وروحتوله قتوله انا انا اجمد من كده وعندي بس مش قادرة انا سليمة انت شايفني انا هو مش مشلولة بس انا حاسة انا مشلولة يعني انا متهالي لو انا مشلولة بكسر الدنيا بعمل حاجة كتير ازاي رجلي سليمة و مش قادرة اقف عليها فده كانت اكبر حادثة حصلت الفترة اللي فاتت انت حاولت تخطفيها من المستشفى او خطفتيها او خطفتيها اه لانه لما تعبت ودنيها انا بقى مش مستوعب قوي فودنيها اول مستشفى نلاقيها فما انبسطتش ما كانش فيه كان لازم رعاية وللأسف ما كانش عارف اوصل لحاجة بسرعة اول ما وصلت لحاجة الحمدلله يعني كانت دكتور كبير قوي في مصر ووفرلي في مستشفى وحدة تانية يوفرلي في مستشفى تانية فالمستشفى اللي انا فيها رفضة تخرجها ولما بيجوا يعملوا اشاعة معينة عالمخ او حاجة بيخرجوهم من المستشفى وادوها مكان تانية يعملوا فلأ انتو مش هتعودوا تعملوا لي كده وكده انا عايز اتطمن وعايز اروح مستشفى انا مستريح نفسيا فيها فما نزلت الاسعيف انا بلغت اهلي قلت لهم انا مش راجعة اقعدوا في المستشفى واتخانقوا مع اللي هتتخانقوا معي واللي يحصل يحصل بس انا مش راجعت هو مش فاهمين نزلت ركابة الاسعيف واللي كان موجود قلت له انزل اي نعم قلت له انزل انزل واتصل بهم قلهم انا خطفت الاسعيف ويعمل اللي هم عايزين فقالي انا قلت له انا بقولك خطفتها عايز تكمل معينة اتفضل انا رايحة مستشفى تاي عايز تنزل الباب هيتفتح وتنزل والسواق اللي سيق هيسوق يسوق مش هيسوق هنزل لسوق ولي انتو عايزين اعمله بقى هو بصراح انا معرفش كنت بتكلم كده ازاي بس انا انا هلحقها انتو مش هت محاش هيحوشني وعلى اقتام مستعددة هفتح البيب ونزل ده بالعافية اجيبه كده نزله واسوق الاسعاف وامش بس بصراح الحمد لله يعني الاسعاف ماشيت وادوني لحد المستشفى ومش ندمين على على قراري ده اه ما الحقتهاش قوي بس الحقتها تلات سيام يعني انا على قل كنتو مسترعيحة نفسيا في الفترة ده لو كنت